موسيقى واعتقد ان فيها افادة للجميع اليوم راح تتكلم عن دخول الدراما الدينية الى عالم الانتاج الفني يعني لاقت تطور البرامج والمسلسلات الدينية في نفس الوقت ان تواجه معارضة شديدة من الناس او بعض الاشخاص اللي يحرمون تجسيد الشخصيات الدينية وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا اليوم راح يكون معنا عراب هذه المسلسلات والمشرف على كثير منها راح يكون معنا الشيخ الدكتور حسن الحسيني من مملكة البحرين الشقيقة ورح نتعرف معاه عن تجربته في الاشراف على المسلسلات التاريخية وايضا راح نتعرف على اخر رحلاته الاغاثية في افريقيا وكيف وجد بصمات الدكتور الراحل اللي رحمة الله عليه عبد الرحمن رسميد لكن البداية راح تكون مع عالم القراءة الكل مننا يتمنى ان يقرأ ولكن نحن امة يعني امة اقرأ لا تقرأ لكن وايضا تتذيل احصائيات القراءة دائما للأسف لذلك الجميع مننا تجد يحضر معرض الكتاب ويحضر المكتبات العامة ينتقي هذا الكتاب وذلك الكتاب بس القراءة صعوبة مقادر يقرأ معارف شنون يقرأ وين يبتدي بالقراءة راح نحاول في هذه الفقرة ان شاء الله ان نرفع شعار عام القراءة عام القراءة مع شخص محب للقراءة وايضا راح نتعرف معاه عن الوسائل اللي تحببنا دائما بهذه الكتب وطرق القراءة وغيرها بسمكم الرحب بضيفنا الكريم الاستاذ حمود ناصر الاعتيبي وهو كاتب ومؤلف في المجال الادبي مساء الخير ساذي فاضح الساكلة بالخير وحياك الله وحيا الله عزيزينا المشاهدين اهلا ورحبا بك وسعيد باللقاء معك واعتقد ان فعلا الموضوع يعني كثير من الناس ودهنها تقرأ لكن يقول يا اخي انا ما عندي وقت يعني عالم الأول شيء احنا امة اقرأ كما ذكرت انت في البداية واول كلمة يعني كانت اقرأ اول ما خلق الله عز وجل كان القنم ولذلك هذه الامة يعني امة اقرأ كما ذكرت في البداية لا تقرأ اي امة تقوم باقرأ امريكا لما قامت قامت بشعار امريكا رقم واحد اليابان حينما قامت قامت بالعلم ماليزيا التجربة الماليزية في التعليم الان معروفة انها قامت بالعلم نعم كل هذه الامة ما تنهض الا بالعلم صحيح فيعني قضية القراءة قضية مهمة جدا حتى لو حنا شفنا في اليونسكو عملت احصائية في ال2003 اكتشف عن الوطن العربي طبعا هي احصائية في الغرب وعندنا في الوطن العربي كل 80 شخص يقرأ سنويا كتاب كل 80 شخص عربي يقرأ كتاب واحد فقط تخيل 80 شخص على كتاب واحد 80 شخص عربي عربي على 2000 كم؟ 2003 مقابلة الشخص الاوروبي وهذا متوسط يعني على حسبتهم كل شخص يقرأ في السنة 35 كتاب تخيل مؤسسة الفكر العربي في 2011 سوى تحصائية على قضية القراءة أيضا في الوطن العربي وغيرها هناك 35 كتاب اسرائيلي التي تذكره كذا 40 كتاب في السنة لكل شخص شوف التقدم شوف البون الشاسع في المركز العربي في 2011 في التنمية البشرية عمل أيضا دراسة أخرى طبعا الدراستين هذه تستبعد قراءة الجرائد قراءة الصحف اليومية قراءة الروايات قراءة التسلية قراءة التليفونات ما التليفونات هذه كلها مستبعدة يقصد فيها القراءة الجادة 200 ساعة في الغرب يقرأ الشخص الواحد 200 ساعة في السنة احنا تخيل 6 دقائق 6 دقائق شو في السنة؟ 6 دقائق ولا بالشهر ولا باليوم؟ لا في السنة في السنة 6 دقائق؟ القراءة الجادة هذا متوسط حسابي وحتى لما سألوا ايش اللي حاصل لدينا عندنا أمية كبيرة جدا عندنا عزوف كبير جدا عن القراءة عندنا مناهجنا او طريقتنا في التعليم ايضا تخيل حنا في يوم الطفل احد الاطفال اللي يعني حولنا وحولينا يعني مستانس من التوسط مستانس ان خلص الامتحانات يقول ليش يبروح اتشقق الكتب شوف تخيل شوف المشاعر ولكن بناء الامة بناء الذات كلها يبدأ من الكتاب من اقرأ حظرت تتكلم عن المستوى العربي ولا الخليج هذا الوطن العربي هذه الدراسات على الوطن العربي الكويت طبعا الكويت من ضمن الوطن العربي لكن الكويت يعني دائما في الخليج ترى ان الكويت يعني جيدة في يعني ابداعيا هي جيدة ابداعيا لكنها هي جزء من الوطن العربي صحيح لكن في المعارض يعني أنت شايف تجربة الآن واتجاه الشباب للقراءة في توجه ولو كانت توجه لروايات أو الكتابات اللي هي بالعامية يوم ما شلونت تأيد هالشيء هذا؟ ما أيده طبعا ما أيده أنت شايف أن هي هواية اليوم هذه القراءة الناس ماخدينها هواية وكشخة وذرابة وما يشير يعني ممم ولا فعلا حاب أن يقرأ لكن لا يعرف شون يقرأ أنا سئلت نفس السؤال هذا في مرة كان في لقاء إذاعي فقلت شوف مدام أنهم جوا إلى جو القراءة جميل أيا كان لأن القراءة إذا دخلت هذه الخطوة الأولى وفعلا الآن بدأت تخرج الدور الشبابية تهتم باللغة العربية وتهتم بالمضمون تخيل بدأت الكتب الجميلة بدأت الكتابات الشابة الرائعة بدأ يطلع عندنا أدباء بدأ يطلع عندنا وإلى آخره يعني من جهة أخرى حتى أحد الكتاب الشباب كتب كتاب في بدايته وقال أنا يعني ندمت على هذا الكتاب في مرة كان عندنا يعني حلقة في الإذاعة فأنا داخل الإذاعة يناديني واحد استاذ ألتفت عليه والله طالب عندنا في 11 نعم زين شا عندك ولدي هنا قال أنا عندي برنامج أنا معد برنامج قلت شلو صرت معد برنامج فقال أنا يعني كتبت روايتين شين الروايتين؟ قال روايتين قتلت على روايتين الجلسة الدوانية وسوال فقال إيه نعم هذه روايتين كتبتم ونزلتم وأصدرتهم في الواقع هذا شيء يعني مزري أحيانا ولكن في جانب جميل مشرق أنه فيه توجه للقراءة هذا قد يحث هذا الشاب وغيره إلى أنه يدخل في عالم القراءة لكن طريقة الكتابة أنت تختلف معاها لكن الكتابة إذا قرأت يعني عبد الكريم راشد العبد الكريم كتب كتاب جميل جدا في كيف تكتب كتابا وكتب قضايا جميلة جدا عند الكتاب الكتابة هي يعني شيء من نضجك أنت من تجربتك يعني ما تصل إلى درجة الكتابة إلا حينما تقرأ مثل الصيني يقول يوم لا أقرأ فيه أو لا أكتب فيه يعني هذا اللي بهدعش بهدعش يعني كم من إحنا يعني بهدعش في سابقاني اللي هو ثالثة ثانوي ثالثة ثانوي ثالثة ثانوي كاتب روايتين كاتب روايتين بس لغة عامية وتم استضافته على المستوى الإعلامي نعم هذا موجود في الساحة الآن أصحب برامج في بعضهم وكتب لكنه حاب أنه يصير عنده شيء وحاب أنه يصير عنده ثقافة ويبحث ثانيا دعمهم مهم يعني دعمهم في هذا الاتجاه ولا تجد فيه عجز عنده هذا الأمر الجميل أنه دخلوا عالم القراءة هذا شيء جميل لكن الأجمل أنه يتم توجيهها ويصير التجربة أجمل خلنا نأخذ سابقا كان كيف يكتب الواحد يعني نما نأخذ مثلا مصطفى زكي نجيب محمود زكي نجيب مش مصطفى محمود زكي نجيب محمود هو مفكر وفيلسوف ومن اللي أسسه ترى جامعة الكويت في الكويت هذا المكان صغير كان ما يشوف شوفه بسيط فتعرف أنت الناس يعني غلابة في السابق فقاعد يقول لأبوه هو يسمع صاحب أبوه يقول له الودة ما يشوف يعني خليه روح يشتغل ويشوف شغله يقول طلع حزت في خاطرة بدأ يقرأ أحمد أميني اللي كتب فجر الإسلام وضحى الإسلام حينما أسس هيئة الترجمة وكان معاه طاه حسين وكان معاه الزيات وكان معاه قامات الأدباء الشاب الوحيد اللي دخل معاه هو الزكي نجيب محمود لغزارة وثقامة هذا الشاب وغزارة وقوة في الترجمة وقوة في الكتابة هذا حينما مات كتب حصاد السنين وكتب حتى مقالة ترجعنا على كلامنا اللي نقول كتب مقالة اسمها تغريدة البجعة البجع يطلق في آخر حياة تغريدة جميلة جدا فكأنه يقول وحينما أرحل من هذه الحياة أنا أكتب أجود ما لدي وما عندي قيود وما عندي أكتب أجود من غير لأني أنا خارج من الدنيا إلى الآخرة فلا أبتغي إلا وجه الله عز وجل وذلك لما كانوا يقرؤون كانت تمر عليهم حينما يكتبون كانوا يقرؤون مصطفى محمود معروف مصطفى محمود اللي كان ملحدان فتحول إلى آخره هذا الرجل كان بيروح كلية الطب أخوه ضابط قال له لا أنت تروح حق فلان واسطة حتى عندهم واسطات تقول له أنا جاي معاك عساسه بدخلك فراح له أخوه كبير حسبت أبوه فكلم الضابط وقال له ما فيش حقه كده كده يعني تمشيني فقال له أنت بيش عايز تدخل قال له ما بيدخل قال خلاص سيبها علي ومشاه صار من عباقرة الطب وهو يعني في وقت الدراسة لكن كان يأخذ قطعة من الجثة ويحطها تحت وتعرف أنت ينقعونها في مادة أتعبتها جال السنتين وهو يقرأ سنتين قرأ فيها جميع الأدب ويقول ممن أثر فيني طبعا الأدباء الروس وديستوفيسكي وماكسيم جوركي ماكسيم جوركي هذا ماتت أمه ومات أبوه وعمر 12 سنة جد قال روح شوف شغلك دبر نفسك وراح معه صاحب مركبة عنده صندوق وفتح ولا قال هذا الكنز الحقيقي كتب وكان يقرأه وصار ماكسيم جوركي الكاتب المعروف طيب هذه الأمثلة الكثيرة اللي حدثت ضربتها وكذا وتقدم هذه الأشخاص وتقدم هذه الأمم وتقدم مشاعر احنا اليوم شنو ينقصنا حتى احنا نقرأ اليوم الشاب الكويتي والفتاة الكويتية وأي كان يعني الغراءة ما لها عمر لكن أنا أريد أن أخلق جيل يحمي نفسي يكون عنده خط دفاع أولي على الأقل والكتاب احنا دائما هو صديقك الحقيقي صديقك الحقيقي هو الكتاب ونسمع الجمل هذه الرنانة لكن ما عمر أن نشفنا أحد حتى بالسوشال ميديا لا نشفنا أحد القراءة والقراءة كيف اليوم نعزز أهمية القراءة هو خطاب القراءة أحيانا لبعض الناس يراه مملا هو الجميل الممل الحديث فيه ممتع ولكنه أحيانا ممل ولذلك قالوا في بعضهم يسمونهم قراء العناوين يجيك يتكلم عنه يحط القهوة ويصور القهوة إلى آخره زين لكن العجيب أنه فيه إحصائية ذكرها حتى ساجد عبد في قراءة ذكية يقول من عصر المأمون إلى الثنين وثمانين كمية المعرفة شوف خلنا نأخذها أولا كمية المعرفة مثل برج التجارة العالمي من الثنين وثمانين حتى ما طلع الألفين البرج الثاني شوف تضاعفت قبل فترة كنا مع أحد المفكرين التوانسة يقول الآن التضاعف المعرفة كل شهرين تتضاعف وسيأتي زمن يقول سيأتي وقت تتضاعف كل أسبوع هذا كم هائل إذن إيش العملية العملية هي هرم فيه شيء اسم داتا بيانات فيه فوق الداتا شيء اسم المعلومات المعلومات اللي هي بيانات المفككة بعدين المعلومات اللي هي مركبة شوية بعدين المعرفة أصبح عندي أنا معرفة عندي بيانات عن خريطة تقع كذا كذا خريطة مثلا دولة فلانية في المكان الفلاني إلى آخره فيه معلومة أن هذه الدولة نظامها إلى آخره فيه معرفة أصبح عندي معرفة أكبر عن فصول السنة عن درجات الحرارة عن آله إلى آخره أصبح عندي معرفة ثم رأسها الحكمة 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 يقال أن طبعاً من يؤتى الحكمة فقد أتيها خيراً كثيراً زين يقال أن الحكيم هو والمبدع المبدع يدخل المشكلة يطرع منها بسهولة الحكيم يمر من فوقها وقيل أن الفرق بين الحكيم والجاهل أن الحكيم أن الجاهل يصنع ما صنعها الحكيم قبل عشر أيام يعني أول ما تيجي المشكلة يتصرف الحكيم تصرف الجاهل يفهم أن هذا التصرف صح بعد عشر أيام إذن الحكيم سابق يعني الآخرين إذن هذه هذه مجموعة وكمية كبيرة من المعلومات تحتاج إلى توجيه ثانياً الرافد الموجود الآن هي القنوات والإنترنت في البيبسي تكلموا عن تخيل في الوكابيديا كل عشر معلومات صحية تسعة منها غلط تسعة غلط الآن في شيء اسمه علم التجهيل علم الحذف والإضافة اسمه علم التجهيل وقائم بذاته وتقوم عليه بعض الجهات السياسية يعني طبعاً خارجية هذا علم التجهيل ما يكون إلا عند الناس مختصين تأخذ أنت المعلومة ناقصة إذا أخذت المعلومة ناقصة هذه مشكلة ولذلك يخذ من مراجعها من بطون الكتب من الكتب المعتمدة المعروفة إذن هذا هي الأهمية أنك تترجع المصادر الحقيقية تذهب إلى المصدق والمرجع وتتوثق من هذا الأمر سيد الحمودي يعني الحديث معك جداً ممتع الأمانة ومش الوقت معك بشكل سري ما كان حتى ودي أسألك أي سؤال مستمتع جداً بحضارك وحديثك فأترك الختام لحضرتك يعني يعني أعكف على العلم ودرس كما يقول الشاعر تؤتى مراث النبوة فالله قال ليحيا خذي الكتابة بقوة شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً بارك الله فيك شكراً